اشتركوا في القناة في بداية هذه الحلقة احب طبعا اهنئ نادي الزمالك بعيد ميلاده 109 بعد مرور 109 من انشاء نادي الزمالك نادي الكيان نادي القرامة نادي الوطنية نادي الزمالك طبعا بنهني في هذه الحلقة عن عيد ميلاده 109 كابتن محمد الجديد في مقوية النادي الزمالك او 109 عام من تاريخ نادي الزمالك هل لديك احداث اه طبعا احداث قديمة بقى بنهنئ جماهير نادي الزمالك طبعا تمام على مرور 100 او عام على النادي الاكسر تطويجة مثل القرن العشرين ببطولات افريقيا نادي له عراقه له اسمه وتاريخه له مجد كل سنة وكل جامعير الزمالك اه بخير ان شاء الله ونادي الزمالك يكون دايما في استقرار تمام وعلى النحو القاتي بقى اقول لها حدوطة تاريخ الزمالك من بدايته حتى 109 عام وقتنا الحالي انا عايزين 30 سنة عشبا اه ازا تاريخ كبير الصراحة وعريك في افريقيا طبعا دي معلومات عشان بعض الجامعير لم تعلم عنها اي شيء عايزين نعرف ايه هو نادي الزمالك في 109 عام طبعا كان نادي الزمالك كان اسمه الاول قصر النيل من عام 1911 في بداية نشأته حتى عام 1913 تمام ثم تحول الى نادي المختلط عام من 1913 حتى عام 1941 من عام 1941 حتى عام 1952 نادي فاروق تمام الاول ليه بقى هنا نقف عندنا نقف هنا كان ليه اسمه نادي فاروق لان ساعتها كان الملك فاروق بيتابع احدى احدى المبارات الاهل والزمالك في كأس مصر عام 1942 فالزمالك ساعتها فاز 6 صفر على النادي الاهل تمام ففي بداية هزا من بعد هزين مباراة فكرر بس تم تسميت نادي الزمالك ثلاثة اسماء اصل النيل اه اربعة تلاثة اسماء بالزمالك اه الزمالك اه من عام 1952 حتى الان فو النادي الزمالك تلاثة اسماء فهو الناديpek نادي الزمالك ايه في زمالك في الدول العربية تمام توبعا الزمالك واحد بس اه تردني انما الاهل فيه الاهل السعودي فيه الاهل السوداني فيه الاهل انما الزمالك دائما بيبقى واحد بس تمام طبعا الألقاب أهم ألقاب نادي الزمالك نقولك بالقلعة البيضاء ثم مدرسة الفن والهندسة ثم الفارس الأبيض ثم النادي الملكي من بعد ما تولى رئيسته الملك فاروق تمام الاسم المختصر إنجليش إنجليش طبعا بيبقى ZSC وهو الموجود على معاقع الزمالك الحالي أكثر الملاعب لنادي الزمالك كان أستاذ القاهرة الدولي أكثر مباركة أكثر ملاعب طبعا اللعب عليها كان أستاذ القاهرة الدولي تمام اللاعب الأكثر مشاركة في البطولات والحاصل عليها كان عبدالواحد السيد 17 بطولة ومشاركته كانت 504 مباراة 504 مباراة الهدف التاريخي للزمالك كان كابتن عبدالحليم علي تمام ب243 هدف الألقاب المحلية لفريق كرة القدم والأوسمة والأفريقية 12 دوري ممتاز كأس مصر 27 مرة السوبر المصري 3 مرات دوري منطقة القاهرة 15 بطولة كأس السلطان حسين 2 بطولة السوبر المصري السعودي مرتين البطولة عربية مرة واحدة دوري أبطال إفريقيا طبعا حتى 2005 كان الأول نادي الزمالك في أفريقيا كلها تمام ولذلك كان هناك القضية باعت نادي القرن الحقيقي لنادي الزمالك حتى عام 2020 كان الزمالك الأكثر بطولات في أفريقيا 9 بطولات في فترة مين إلا؟ حتى 2000 كان الزمالك الأكثر بطولات 2000 واثنين لا 2000 ما احنا بعد كلا حد 2005 ولكن هبنكلم عن القرن الماضي كان الزمالك الأكثر بطولات أفريقيا برصيد 9 بطولات كان يلي الأهل في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ولكن بعد دخل موضوع النقاط وطبعا كل سفر صغريبة كلنا عارفنا تمام السوبر الأفريقي كان سلس بطولات الكونفودرالية العام الماضي كانت واحدة كأس الكؤوس اللي هي الكونفودرالية بالمسمى الأديم واحدة الأفرق الساوي كانت بطولتين وأول نادي يصعب أنا لسه باقولك على أوسمع وكلام على أوسمع أحرز فريق القرى اللقب أفضل نادي في العالم وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء كرة القدم وذلك في فبراير 2003 كما كان أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم مقليل أندية 2001 بأسبانيا وهي البطولة التي لم تكن بسبب مشكلات الأسبانيا أو اليابان تقريب لا الأسبانيا كانت البطولة كان ساعتها ريال مدريدي اللي كان معانا هي البطولة التي لم تكن بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم لها وكان الزماج ساعتها حصل على بعض المبلغ تعويضا عن عدم مشاركة صاحب الرقم الكياسي في الفوز بالبطولة الأفريق السعوية الأندية مرتين أول فريق يحتفظ بدور أبطال إفريقيا بعد فوزه للمرة الثالثة كانت عام 1993 الزمالك حصل على الفريق الوحيد في العالم الذي حصل على سبع بطولات في موسم واحد متفوقا على جميع أندية العالم بما فيهم برشلونة وريال مدريد كان بين موسمي 2002 و2003 كان هي عشان بس الناس اللي هتقول لك إيه هي البطولات السبع اللي في الموسم يعني كانت الدوري والكاس والسوبر السلسية المصرية ثم دوري الأبطال إفريقيا والسوبر الأفريقي والبطولة العربية والسوبر المصري السعودي دي السبع بطولات اللي حصل عليهم الزمالك في موسم واحد ما بين موسم 2002 و2003 صاحب أكبر انتصار في تاريخ لقاءات القمة وهي ستة صفر مرتين عام 1942 وعام 1944 أظن الكلام دا متوسط من التحية وفي البطولتين مختلفين بتاريخ محدش يدر انكيرو لو بعض الإعلام بيحاول يضل تاريخ ناتي الزمالك لا بس متوسط هذه النتائج اه وتاريخ ناتي الزمالك تمام طبعا كان فيهم موسمتين مختلفين دوري وكاس كانت ستة صفر وستة صفر صاحب 22 مباراة متتالية بلا هزيمة في كأس مصر دا في الدوري بقى لا في كأس مصر اه لم يخسر طبعا الزمالك خد اربعة دا وكاس واربعة تمام تمام كوز بقى اه تمام انا بقى ديك بقى الزمالك في مئة وتسعة سنة اللي الناس مش عارفة يعني ايه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك نخش على كرة الهندبول وهي الاعرق ستة وستين بطولة ستة وستين بطولة بطولة الهندبول الدوري المصري لكرة اليد سبعتاشر مرة كأس مصر لكرة اليد ستتاشر بطولة بالاضافة اللي فيه بطولة برضو كالناس نسيها 2005 كان نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي وتوج بكأس مصر في كرة اليد والمحكمة كان ساعتها الحكم اعطاها للنادي الاهلي بقرار من رئيس الاتحاد لكرة اليد كابتن حسن مصطفى بصبت بقول رئيس نادي الزمالك وكان فيه بعض المشاكل ساعتها لأ كان ساعتها رئيس الاتحاد المصر المصر والإخير فكان دخل المصر والمطارة ساعتها وقال لك ان هو في وقتها كده قال لك لأ ممنوع من المشاركة وطبعا دي حاجة مش موجودة في الاحوار لكم تمام؟ وهي المحكمة ليه؟ قدت حكم بإعطاءها لزمالك الآن ولم تصل لحتى الآن تمام؟ كأس السوبر المصري لكرة اليد ست بطولات هلا بالك فريق عريق جدا الهندبول في نادي الزمالك لا الهندبول يبقى الزمالك المصري سلاس بطولات دوري أبطال إفريقيا اتناشر بطولة والأكثر تتوجيا بها فأفريقيا يعني لو نتكلم على نادي القرر في كرة اليد فهو نادي الزمالك كأس أبطال إفريقيا خمس بطولات كأس السوبر الإفريقي ست بطولات البطولة العربية مرات واحدة كما شارك في أربع مرات بكأس العالم للأندية أبرز مراكزه كانت المركز الثالث ثم الرابع مرتين والخامس أخيرا كان في السعودية كان الزمالك أفضر في العالم في اليد عام 2002 بعد الفوز أيضا بست بطولات في مسم واحد لو جينا القرر هتلاقي في القدم الزمالك في الوهزن وتوقيت فاس بسبع بطولات قدم والست بطولات في مسم واحد يد بارك الاستقرار اللي كان موجود طب نستعرض طبعا مقاوية نادي الزمالك 109 بعد المكالمة الهمة سيادة النائب مهدي العمدة طبعا كل الشكر قبل نفتح حديث معاك كل الشكر المبزول من حضرتك ومن سيد اللواء مدير أمن مطروح وسيد اللواء محافظ مطروح سيادة النائب أخبار حضرتك يا أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيب والسادة المستمعين والمشاهدين كلهم بخير ومصر بكل خير وأمن واستقرار يا رب طبعا نادي أو محافظة مطروحة بالأخص مدينة السلوم اللي كانت مهمشة ومدينة السلوم لم تقام عليها مباراة من زمن طويل من 10 سنوات ماضية ولكن بمجهوداتكم تمت الموافقة على عودة مباريات الاتحاد المصري لقوات القدم بمدينة السلوم بالفعل مدينة السلوم ما كانش فيها أصلا ملعب قانوني تلعب عليه تمام طبعا الفترة اللي فاتت مدينة السلوم مركز السلوم وتقريبا غالبية مركز المحافظة شهدت طفرة كبيرة في خطاع الكورة والاهتمام بالشباب ورياضات الشباب من ملعب خماسية تنجيل الملعب القانونية من سيوة للسلوم لبراني يعني النجيلة المناطس دي كلها دلوقتي فيها طفرة كبيرة جدا في خطاع الاهتمام بالشباب الرياضي وبالأخص المنطقة الغربية دي طبعا ما كانش فيه اهتمام ولكن الحمد لله احنا بندل كده عن الأمن والأمان حتى في أقصى غرب البلاد دي أنا باعتبرها رسالة ورسالة قوية جدا للعالم كله انه مصر وخصة الحدود الغربية أمنة وبتمارس أنشطتها الرياضية تمام يعني في منتهى بدون أي عواقب بدون أي 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 مشاكل الحمد لله والفضل لله يعني ربنا يوفى القيادة السياسية عندنا السيد مدير الأمن في صراحة يعني الراجل المتجاوب الأبعد الحدود وفاهم وراجل يعني صعب قرار من أول موصل الأرض مطروح كان له بصمات فضحة اللواء خالد شعيب محافظ المطروح سيد المحافظ طبعا سيدة اللواء خالد شعيب راعي اللواء برضو بصمات واضحة عمل اللي يعني اللي مقدرش يعمله أي مسؤول قابله قرارات صراحة قرارات أنا أعتبرها جريئة جدا منها فتح الشوارع المغلقة في محافظة مطروح اللي بعلها 8 سنين موقفة حال العالم كله في محافظة مطروح حال كانواد في الحركة كانت مشلولة دلوقتي تتحرك في مطروح تنتهل في سيولة واضحة في المرور غير كده الكورة ما كانش فيه مطشات بتتلعك المناضة البعيدة النائية مدينة السلوم مغراني تمام فإحنا أنا الأسبوع اللي فات فعلا جماعة دوني طلب بخصوص الموافقة على تأمين مطش كورة في مدينة السلوم تقريبا يوم تسعة عشر ما بين نادي الشرطة ونادي المطروحة ونادي السلوم آه خاتبها لك فكلمت سيدة اللي هو عماد الراجل بشراحة نتأخرش خالص وقال لي ماشي هشوف وابحث وهنسع وإن شاء الله ربنا سهل ويعني حيتوافق يعني والله حية جميلة والله سيادة النائب يعني حية جميلة جدا اللي احنا نلقوا طبعا الأمن والأمان في أقصى غرب البلاد طبعا وطبعا ومحافظة مطروح بالأخص المحافظة الجميلة المحافظة يعني الجيدة اللي هي بتعرف تقوم على حاجات مميزة وحاجات إيجابية شكرا جزيلا سيادة النائب أنا بأعتبرها رسالة ورسالة قوية جدا للعالم كله من غرب مصر من حدودنا الغربية أهالي المنطقة الغربية متضامنين مع القواتنا المسلحة ومع الأجهزة الشرطية ومع الأجهزة الأمنية في تنغم تام ومستعدين لأي تحديات في المنطقة الغربية لحماية حدودنا وتأمين جميع حدودنا الغربية أظن طبعا سلوم وليبيا مفيش يعني كيلوهات مسافة قليلة لا حدود خط تماث صح لا فيش عدود يعني من السلوم لمساعد ما تجيش 12 كيلو صح طبعا ده حاجة جيدة وأمن وأمان إن شاء الله لمحافظة مطروح شكرا جزيلا سيد النائب عماد العمدة مهدي العمدة طبعا قام بجهد غير عادي طبعا هو سيدة اللواء عماد الكردي مدير أمن مطروح عماد الكدواني وطبعا سيدة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وطبعا كل الشكر لهؤلاء الأفاضل آآ قصر محمد طبعا نستأنف طبعا حدثنا عن تاريخ نادي الزمالك مش ولكن قبل التاريخ بس هتبودها حصيلة مصر محمية من ربنا قبل ما يكون محمية من أي حد موجود على الأرض ما حدش خاف أصلا على وطن لو جيش حميها بره ما حدش يدر يارب مننا طبعا ما احنا بنخاف على وطننا ما حدش يدر يارب مننا تمام بس الناس تخاف على الوطن شوئ ميش بيش ميكمل زي ما قلت الحمراك في حكمية كرة اليد الدولة حسين زكي ابن الزمالك كان أحسن لعب في العالم والدولة الحارس حماد الروبي ثاني أفضل حارس في العالم الحارس كريم كاتونجة الأحسن حارس ناشئ في العالم وأحمد الأحمر الهدف التاريخي لكأس العالم الأحمر ده بسم الله أحسين الزمالك تتمنى يكون في البرومو بتاع كناة الزمالك الكرة الطائرة خمسين بطولة تمام أعلم لماذا انتم لدينا ما عظم أو جميل العالم تاريخ الزمالك في جميل العالم يعني أتمنى أنcía عنوان الفقرة الزمالك فيها مئة وتسعة عام نعملوها مش مشايك إن شاء الله الدوري المصري لكرة الطائرة ستة وعشرين بطولة كأس مصري خمس بطولات السوبران مصري بطولة واحدة دوري منطقة الكراءت سبع بطولات دوري أبطال إفريقيا خمس بطولات كأس أبطال إفريقيا بطولة كأس الاتحاد الافريكي ثلاث بطولات البطولة العربية الأبطال الدوري اتنين بطولة بالإضافة للمشاركة بكأس العالم للأندية مرتين وحصل على المركز الخامس في المرتين أنا بس سعب أوضح لحضرك نادي الزمالك في الأربع الألعاب الرئيسية قدم يد طائرة سلة وصل لكأس العالم للأندية وكان الأكثر مشاركاً عشان ما حدش يشكك في تاريخ نادي الزمالك طيب معنا على التليفون الكابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصي بالسلوم أهلا وسهلا كابتن رمضان أهلا وسهلا كابتن أحمد حياتي ليه وضيبك الكريم لسه والله نهيين المكالمة مع سيادة النائب مهدي العمدة اللي طبعاً له كل المجهود العظيم بعودة مباريات نادي المصي لمدينة السلوم والله دي حاجة كويسة ونحمد ربنا أولاً ونشكر سيادة المحافظة اللي هو خالد شعيب للأمانة لم يتأخر عننا مدير الأمن مطروح برضو الناس دول لما بالهم حوالي شهر أو شهرين معنا في المحافظة محسناش بيهم خالص في المحافظة مدين يدهم دايماً لنا للشباب والتكمعوا بينا وقعدوا معنا وعايزين طلباتنا كلها يعني الناس دول جايين عشان يخدموا محافظة مطروح للأمانة لو الله شوفنا صور الملاعب برضو لدينا أراد ثاني الملعب بسم الله ما شاء الله يعني ملعب ممتاز جداً اللي حدقام عليه المباريات في إن شاء الله لنادي المص يعني حاجة كويسة وجهد جيد والله إحنا بعد ما تلاقينا الخبر ده يعني من بارح من احتبر من بارح مش عايز نقولك الناس فرحانة إزاي في مدينة السلوم بالكامل الشباب والعمت والمشايق والناس الكبيرة في السن برضو عندنا يعني الناس عايزين يشوفوا في رئي المصر يبالوا عشر سنين ملعبش على ملعبه دي حاجة لنا إحنا فرحة في ظل الظروف اللي إحنا شايفينا في المنطقة الغربية دايماً في الحدود الليبية عايزين نزيل خالة للناس إن الأمن متواجد إن المنطقة الغربية أمنة بالقوات المسلحة وأمنة بأهن السلوم والشباب والعمت والمشايق يعني إحنا ما عندناش أي مشاكل خالص بنمرس في الرياضة بنلعب ما عندناش أي مشكلة خالص في المدينة السلوم الحمد لله طبعاً إنت حتستأنفوا المباريات على هذا الملعب يوم 19 ومن حد 19 واحد بمورات الشرطة إن شاء الله بإذن الله هيبقى احتفالية كويسة بفريق الشرطة وتليه بمدينة السلوم وبنادي المصر هيبقى يوم كويس إن شاء الله ويريد تشرفونا أنتوا بإذن الله إن شاء الله نبعت لكم بإذن الله لكامرة البرنامج إن شاء الله ونغطي هذا الحدث العظيم إن شاء الله شكراً جزيلاً كابتر رمضان ناجي رئيس نادي المصي بالسلوم صور محمد طبعاً معنا دلوقتي برضو عين بعض الأخبار الصارة في أخبار بالفريق الأول المقوية صلحة إحنا عايزين نتكلمهم نادي الزمالك مش هناخد تلاتين يوم آخر حاجة هي فريق كورت السلة كان أربعين بطولة عشان كل لعب أربعين بطولة السلة فمصدنا نتكلمك في حوالي 156 بطولة هناخدوا وقت كثير وأيام 210 جميع أربع لعبات في نادي الزمالك بس 210 بطولة بس من أن نوضح للسادة لعب جماعية كابعاً جمالي زمالك عارف تاريخ ولكن السادة المشاهدين والإعلمين اللي بيضللوا تاريخ من 9 عام من زمالك كبير جداً أنجازات العام الماضي 2019 عشان بس الناس تصبر على نادي زمالك أنجازات 2019 فريق كورت القدم فاز ببطولة الكمفدرلية وفاز ببطولة كأس مصر ومنتظر السوبر الإفريقي عن عام 2019 14 فبراير القادم والسوبر المصري في نفس الشهر 23 فبراير القادم تمام عام شهر 2 حيبقى فيه جولتين للسوبر والسوبر الإفريقي بالزبط كده ده فريق كورة المفنش الدوري تاني الدوري وبعد كان الأقرب بالفوز به تمام خسر السوبر المصري بفارق هدف مع النادي الأهلي اليد فاز بدوري والسوبر إفريقي تماما وبطولة إفريقية دور الأبطال ودور السوبر للسلة للسلة فاز بها تعمل وفي البطولة العربية فاز في تنس الطاولة السيدات كابتن خالد الغندور الكابتن التاريخي بعد الكابتن عبدالوحد السيد هو تاني أكتر كابتن شايلين كؤوس ستاشر بطولة نحدش يزيد على خالد الغندور خلقنا بزم الكاو أصيل جدا خالد الغندور كان بيترد ويتوقف أكل عيشه من بعض الكنواد بسبب انتماءه لنادي الزمالي وللأسف لا 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 ضخيمة وقامة الكابتن خالد الغندور للأسف بعض الكنواد دلوقتي بقت طب عندنا أخبار فريق أول أه طبعا سريعا كده الأخبار فريق الأول الفريق الأول طبعا عكب الفوز على طانطة انتظم اللعبون في المران أمس وكان اجتمع معهم مستر كارترون قبل بدء التدريبات وشهد بالحماس والعزيمة التي ظهرت في لقاء طانطة وفي بداية المران أمس وحصل عيبة الزماليك على مصالحة الجماهير في مباراة زيسكو القادمة الجمعة القادمة الساعة تاسعة وطلب منهم أن يتواصل الانتصارات خصوة أن احنا دخلنا على العام جديد خصوة أن احنا دخلنا على العام جديد فحابب أن بداية العام تبقى صفحة جديدة بينه بن جمهور نادي الزماليك وهي بدأت بانتصارين مضيين وإن شاء الله انتصار الثالث والصعود وتأكيد الصعود في المجموعة وبالخاص للبطولة الأهمة بطولة أفريقيا بالضبط انتظام فرجاني ساسي في تدريبات نادي الزماليك طبعا أنت سمعت والدنيا كلها سمعت أن فرجاني ساسي هارب من نادي الزماليك مش مقبول أو مش هيجي تاني وحاجات كتير بس ياريت الناس اللي أشعت الخبر ده تطلع ترد عنها ده لا 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 الرجل منتظم في التدريبات وما فيش مشاكل أنا عايز بس الناس اللي طلعت الإشعة تطلع ترد عنها تمام تمام وصل النادي الزماليك عرض رسمي من جانب نادي رينجرز الإسكتلندي لإستعارة اللعب مصطفى محمد في يناير ولكن قبل الأمر بالرفض تام تمام في التفريط في اللعب حاليا للنقص العدلي داخل القائمة ووضع مرتضى منصور صقفا عشرة مليون دولار للاستغناء عن اللعب في الصيف المقبل تمام تمام مقابل رحيل اللعب والعرض كان باثنين مليون سترلين الأعارة عودة كل الإساسيين في لقاء زيسكو الذين أغابوا عن لقاء طنطة لأنها تعد طبعا مجرارة همة جدا مجرارة الصعود فما فيش مجاسفة بإن احنا نرايح بعض اللعيبة ده وقتهم إن شاء الله استقر المسؤول الزمالك على تأجيل صفكة الزهير الأيمن إلى نهاية الموسم أو الصيف المقبل بعد الدخول في خط مفاوضات مع أكثر من اللعب بعد تصعيد كمان الناشئ أحمد عيد فقال لك نادي الزمالك أنا أولى عندي دلوقتي أركز مع المهاجم وأحمد عيد يساند حازم إمام فتعدي المركز يعد بسلامه ولكن أهم ما يشغل قائمة الزمالك الوقت رأس الحربة تمام وغالبا لسه ما استكرهوش هل كاسونجو ألا هيتم كيدو ولا في مهاجم أخر كرتلون حاطة عينوا عليه لسه برضو لسه محددوش عرض مسؤول الزمالك على الإسماعيلي ضم باهر المحمدي مقابل الاستغناء عن عمر السعيد لهم بأنهائي وعرض محمد صبحي الحارس الناشئ مم تمام ومقابل مادي تمام بس طلب مسؤول الزمالك أنهما يتم العقود دلوقتي ويشارك بهر المحمدي من الصيف المقبل تمام إدارة الزمالك تعلم أن الأمور ستتغير في الموسم المقبل مع رغبة محمود علاء في الاحتراف تمام بجانب تزبز بمستوى محمد عبد السلام وهو ما يسر عليه نازم كنهما يتعاقده مع مدافع سوبر خلال المرحلة القادمة كرتلون حد الثلاث مراكز يريد تدعمهم في يناير زهير أيمن ووسط مدافع لسه ما فيش مؤشرات عن قيد يناير والله يبص الزمالك بيحاطة وصل مع عمر جابر ولكن مشكلتي فيه اثنين استبدال تمام لو تموا وفعلا والاتحاد الدولي وافق على الاستبدال والاتحاد المصري على الاستبدال الاتنين دول الزمالك سابدلهم من لعيبة الهربة حتى تبقى تمام اه طبعا هيتعاقد هيتم از التعاقد مع تلك لعيبة تمام لو ما فيش هيتم التعاقد مع علاقة بواحد للأسف اه اكد مسؤول الزمالك ان حمد النكاز لا يحكي له التوقيع لأي نادي وما زالت القضية منظورة امام الاتحاد الدولي تمام اوجه مجلس الادارة الدعوة للجماهير للتسجيل عبر نظام تسكرتي حتى يتسنى لهم الحضور في اللقاء القادم لازم الجماهير تسجل بياناتها على موقع او نظام تسكرتي عشان يقدروا يحضروا المباراة القادمة الزمالك حدد 20 طلب 20 الف مشجع في المباراة القادمة تمام طبعا الفيفا تحيي ذكرى تأسيس نادي الزمالك عبر تويتر وكتبت تمانياتنا بعيد ميلاد سعيد لمدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك المصري العريك دي كانت تويتيت الفيفا الفيفا نفسها قالت لمدرسة الفن والهندسة تمام للناس بتحاول تاخد اللقب ده الزمالك طبعا لا لا الزمالك لقبوا المدرسة الفن والهندسة بس هتعود امتى طيب ماذا يتعود ان شاء الله انا زم اقولت الحلقة الحلقة اللي فاتت في بعض النظام او السيستم نازم يتم تمام عشان ابدأ استقرار لعدة سنوات مش عايز استقرار شهر ثم تحصل ازمة وارجع اعمل استقرار تاني انا عايز استقرار للمدة سنوات قادمة واسلم هذا السيستم للإدارة القادمة وكذلك ويمشي نادي الزمالك بمؤسسة تمام تقدرها مجلس إدارة كامل بتوزع ملفاته على جميع الأعضاء وكل عدو او كل اثنين من الأعضاء ملتزمون بملف خاص تمام دي اهم حاجة بس رسالتي لجمهور الزمالك ان شاء الله في شهر ستة القادمة تدعمات كتير جدا في نادي الزمالك والعشر لعيبا انا اتكلمت عنهم الحلقة اللي فاتت بيبدأ الزمالك يسوقهم في الفترة القادمة تمام طبعا في ختام هذه الفقرة بحب اشكر ضيفي الكريم الاستاذ محمد مجدي مراسل وصحبي بجريدة نادي الزمالك اليوم شكرا جزيلا شكرا لحضركم طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل الكابتن محمد الجزاوي رئيس مجلس إدارة نادي المستقبل للألعاب البيضية بمدينة شبين الكو سيارة نارضة اشتركوا في القناة موسيقى 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 رجعنا لكم تاني ونضم اليها في هذه الفقرة الكابتن محمد الجزاوي رئيس مجلس إدارة نادي المستقبل بمحافظة المنوفية طبعا نتكلم حديثا سريعا عن هذا النادي الحديث لإنشاء تقريبا وإنشاء تقريبا في عام 2018 نابزة سريعة وكم هذا النادي عام 2011 لكن تم ترخيص رسمي عام 2018 انشاءة شركة مصرية مساهمة تم ترخيص رسمية من اتحاد المصري لكورت القدم عام 2016 يعني لهم يشارك مسابقات تمام مشارك في الاتحاد المصري الأكاديميات موسم 2019-2020 وتم تسجيل 7 فرق مشاركين في الدولة السنة دياتة من 24 واحد القادم من مشكلة الرحمن طبعا فيه أكاديميات بإسم النادي طبعا أكاديميات المستقبل على المستقبل المحافظة المنوفية أكثر من 16 فرع ويوجد فرق مدينتي الجيزة تمام في موزة الجيزة الحمد لله تمام تمام طبعا غرض أساسك طبعا هو الصحة الرياضية لللاعبين وطبعا إنشاء لاعب مصري قادر على الاحتراف في خارج مصر مش مستر بس بالعكس وطبعا مؤهل صحيا تربويا الكوادر ما لازم يكون الكوادر بقى يعني أكاديميين أكيد طبعا يعني أنا عندي موازم تربع المدربين يشغلين موجودين في الأكاديمية حاصلين على بكوريوس تربية راضية كويس أو طلاب في الفرقة الثالثة أو ربعة تخصص كورو الكدم درسين طبعا علم النص الرياضي درسين تربويا راضية درسين أولهم صحية خاصة بجزئ دي على سبيل المثال هم عندنا المدربين يشغلين حاجة أساسي جدا بيأخذوا كورسات من المدربين الموجودين سواء مثلا المشفين على الأكاديمية أو الدكاترة تمام على سبيل المثال فيه موجود مثلا المرشف موجود الأكاديمية الكابتن عماد دربالة طبعا مدرب ومحاضر من التحدي الإيطالي كورتو قدم جيد جيد ممتاز الكابتن عماد وطبعا موجود عملكت التدريف كورتو قدم في المنوفية الكابتن حمود لع تشجي طبعا ده نجب ندل غزل شبين الكوم وصحب أشهر هدف ندل زمالك في كلاس مصر واسم واسم طبعا بلإضافة الحمد لله طبعا مقر النادي ده فين خبتن حمد في شبين الكوم في مدينة شبين الكوم في مدينة شبين في الليه مبنى إداري في الليه مبنى إداري وليه هيكل تنظيمي وليه مجلس إدارة وليه محاسب وليه محامي ليه كل حاجة يعني كويس يعني مرخصة رسميا طبعا طب نعرض الصور بتاعت طبعا ناشئين وبراعم نادي المستقبل الرياضي كده نادي مستقبل الألعاب الرياضية طبعا كابتن محمد بتسوأوا اللعيبة أكيد طبعا لأن ده الدور الممتاز أكيد أنا أطريب تصوير اللاعبين عن طريق حاجة واحدة برضو الصور النادي بيعت عام 2013 في مدينة تلعا تمام في أكتر من عشر اللاعبين فيهم تم تسويم لأن ده دوره ممتاز وممتاز بقى ده طبعا ملعب النادي المصري اللي تكلمنا عنه اللي حيقوم عليه المباراة النادي المصري طبعا ده طبعا ده كان حفلة 7-7-2019 اللي في النص ده ستاة اللواء صامت العال نيباتا عن محافظة المنوفية في الحفلة اللي كانت موجودة الحمد لله والليمين ده دكتور أحمد جبر وكلي شاب المنوفية نيباتا عن وكيلة الوزارة اللي ساب مرض زوجها تكبرس وصنطيل طبعا دي كانت شهادة تقدير من نادي المستابل للمحافظة المنوفية اللي هو سعيد عباس تمام الراحل طبعا دول الفريق بتوعنا متمرنوا في الساد الجامعة في الساد الجامعة بتليب عليه ممتازبة لابع لنا جمهور شبيه اللي عبنا عليك كتير طبعا دول اللي هابين موريد 2001 و2000 المشاركين العام الماضي بنادي الهاكس تيب وشوصلها على مركز الرابع من مضمطية القاهرة طب كويس حاجة كويسة والتدريبات والملعب طبعا ده استاد الجامعة المدربين طب كلمنا عن المدربين كلا كابتن محمد برد بالوقت في الاخر ده كابتن محمد سمير طبعا أخوها وصحبي من سمو احترام جدا نموها وكلها وكورة تمام اللي عب في أكتر من استشار نادي تمام درجة تانية ودرجة تالتة شغال بمنظوم الواقع أنا كايه أنا عاوز أطلع اللاعب من تحت قدية تمام اللي أنا شفته بالعكس بقى طبعا فيها عنده كتير شغالين استثمار بحت وده طبعا حاجة مرفوضة أنا ممكن أستثمر بس بالعقل المناسبة تمام إزاي فيدي اللاعب وإزاي استفيد منه صح أنا عندي لعبين كتير جدا جدا موهوين بس الكلمة ده بتاعتهم بش بسبحة أطفى 10.000 جنيه وخماش أعرف في جنيه مش نلعب في نادي ده كتير حرام أنا ممكن أساعده بجزء معين حاطوه تارجت اللي هو يقدر يساعده أخدش كل مرة واحدة منه أنا ممكن أخدش اتراك شهري تمام بدلا ما أقوله حتى 5.000 جنيه في مرة واحدة لا ده أنا ممكن أخدش اتراك شهري منه تمام عشان خاطر أساعده وتصف برضو على اللاعب طبعا أنا عندي ملاعب تكلفة أنا بمرة اليوم بس واحدة استرد الجامعة 50.000 جنيه آه ملعب جميل اليوم ساعتين بـ 50.000 جنيه طبعا ده كفة كبيرة تمام يعني مفهود أصلا ما يكون حاجة أصلا مدعمة تمام لكاديمات دين تمام حاجة تانية يعني ما أعوزنا من العمين الحريفة كورا ما عموش بفلوس ما لي يعني أنا عندي أنا عمل متوسط للدرجة دي كلها وإنما ما عموش بفلوس ما بدفحوش حتى جنحة الأكاديمية احنا قلنا طبعا الكوادر طبعا مؤهلين كلك مؤهلين كلك مؤهلين حتى قولك أهل اللي حتى بدي فيهم حاصل على دورة أسية طب كويس يعني حاجة كويسة بدلا بطهيبة لأنه معلش انتشف الأونة الأخيرة في الأكاديميات معلش الناس من الشارع جدا يا فنم والله معلش مؤهلين حداك طبعا فاهم أنا عاكوة رفع بوصة عفاسة عندي ونس كده لزيلت مني اللي استثمار وكوة حتى بياخد اسم نادي ويبتع فيه بوصة عالفاضي بس مين اللي رايح الشخص مين من الشخص اللي اللي ما عليك مؤهلتك إيه اسمه علم التدريب مستبوبة التدريب علم التدريب الرياضي ده اللي احنا شغلين عليه وطبعا لانا رسرت مجلسير بتاعتي على براعم كورة القدم واستخدام اسلوب التمينات النوعية لتنمية المهارات الأسلاف في كورة القدم طبعا ده مقترح أوروبا مش موجود في مصر ده كويس جدا حالي كويس طبعا ده كويش خاطر أهل باللعب اللي عندي الحمد لله أنا عندي أكتر من خمسة وعشرين لعب اللعب في دور ممتاز وممتاز با طالعين من تحت إيدي أنا فيهم طبعا لعب جالوا عرض من نادي الأهلي وجميلش مش عز أسيبه اسمه جهري باكي من 2003 بس في كتير جدا على ذلك بس لأسف مفيش حد يعني في المنوفية فيها كوادر جميلة جدا 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 كلهم حفظات مصر بس فين العين اللي تشوف ايا ولادة المنوفية طول عمرها ولادة باللعبين المميزين آخر وحط لعب منوفية محمود منصور لعب باكي الشمال نادي اسمه حاليا وقبل منه رجب عمران كان روح لأهلي ورح في مصر مقصر لأسف بس سابق امتى بعد ما سابق عدى بعد 24 سنة 25 سنة لا في لعهية طول عمرها ولادة محافظة المنوفية طبعا طبعا نحن طبعا كنا وعدكم الحلقة اللي فاتت اللي احنا نتكلم عن المزورين والمسننين طبعا عرضنا وجمعنا بعض الصور اللعيبة وبالبسهادات اللعيبة انت تشوفها تقول حرام انت كلامك صح يريد قبل الاتصال يريد نعرض هؤلاء صور اللاعبين طيب نكلم الكابتن حمدي أبو شادي وبعدين نعرض الصورة السلام عليكم كابتن حمدي عليكم السلام وأطلاق أخبارك ايه كابتن حمدي أبو شادي أخبارك ايه تماما الحمد للاربين محضرتك حمدي أبو شادي يا أهلا وسلام طبعا المستشار تخني بالنالي مشتر الإعلامي المستشار الإعلامي بنادي المستقبل معانا ضيفنا الكابتن محمد الجزاوي أخبارك تماما الحمد لله ايه قولي كده من نشاط سريعا كده بالنسبة لنادي المستقبل نشاط نادي المستقبل كده تماما اولا فعندما من خلال منصة حضرتك أحمد بيه بنتسمحنينا ان احنا النهاردة الاول نهن الشعب المصري بعيد الأخوة المسيحيين ونهن الجيش المصري وبنأكد ان احنا ورا الراية المصرية في اي مكان وفي اي مجال وفي اي زمن لان من غير قيادة حكيمة ومن غير ابطال عندهم السيدات يحموا الوطن عشان احنا نعيش فاحنا النهاردة ورا القيادة السياسية وفي ايه في كل مجال لاننا مش عيبة فيه رياضة اكيد طبعا احنا وراها قلبا وقالبا ان استاذ حمدي تمام لا حيبة لا رياضة ولا صح ولا حاجة الا ايه بوجود الاستقرار فكون ان احنا النهاردة من خلال الكابت محمد وهو موجود النهاردة بيسوى النهاردة ايه فكر جديد زي ما حضرتك في بيتي بيه في الاطار ان امام شيء جديد فريد من نوعه عقلية جديدة عقلية ايه طربوية اكاديمية تخصصية تنموية لها رسالة وفي نفس الوقت قادر على تحقيق هدف تمام وده المتابعيتي مع حضرتك في اثناء الحوار ايه في باور علي جدا مختلف عن الاخرين تماما ايه طبعا لوقتي البرنامج طبعا احنا طبعا زيبنا شرف في انحنا حبيبي حبيبي ان شاء الله بي نقول النهاردة كبت محمد عرض من خلال شواره رؤية مستقبلية جديدة محتاجة دعم خاص ومحتاجة النهاردة تكاته عشان نحق الهدف مفهوم علم ومفهوم جيد استاذ حمدي وان شاء الله بزان يعني نبعثه كامرة البرنامج بتغطينا برضو الاسلوب العلمي على الطبيعة كده في الملاعب ان شاء الله لان طبعا دي حاجة كويسة وخاصة في محافظة المنوفية شكرا جزيلا الاستاذ حمدي ابو شادي المستشار الاعلامي لنادي المستقبل للالعاب الرياضية طبعا ظهرت في الاونة الاخيرة لاعبين براعم مسننين ومزورين بشكل ملفت وبشكل مرعب جدا اه فاحنا عايزين نعرض الصور كده لو سمحت عشان برضو ايه طبعا ده حصل معا فعلا سلعة فاتت وانا بقال بالنادي المقولين لاتهم فيه اربع لعابة مزورين الليها بتشوفها في شنب والفلس 7 ازاي ده ما انت هتشوف كوارس يعني مش امبي بس معلش بالرغم ان امبي برضو يعني معلش بيتحرر بس يعني حيتحرر في الجمهورية كلها والله طبعا مش مشكلة نادي مشكلة يارد نعرض الصور برضو كده سريعا ده نادي السكة الحديد بمدينة الاسكندرية راجل في النص ده موليد شهر نوفمبر 2006 يعني شهره هيبقى 2007 واللي جنبيه 2006 واللي على شماله 2006 يعني احنا بنعرض الصورة هيتح علشان الناس ما تقولش احنا بنحاربه لأ هل يؤقل ان ده موليد 2007 ولد عنده 12-11 سنة ده الحكم لو حكم المباراة كل الناس بتشوف ده هو اكبر من الحكم يعني كل من حتى الناس اللي بعتوا للصور ديت بيقولوله ما ينفعش المنظر ده ده براع ما كابتان احمد ده مسابقات ناشئين ولكن ده مقايضين بمنطقة الاسكندرية اللي قامت بالفعل لكشف على الاولاد طبعا ولبس الاسورة كابتان محمد طبعا وطبعا ظهر السن الحقيقي ليه هؤلاء اللاعبين طبعا تخطيهم سن 15 سنة طبعا ده اللاعب طبعا شيكو موليد 2001 بيلعب موليد 2004 يعني 2001 وبيلعب موليد 2004 ده حارس مرمى موليد 98 موليد 98 وبيلعب برضو موليد 2004 للأسف تشاري موليد 2004 يعني معلش ده برضو اللاعب نادي السكة الحديد موليد 2008 2008 بتصور مع الحاكم برضو ده 2008 ازاي ده طيب ازاي بديت بقى مش عارف والله ده 2005 طبعا ارسل علينا هؤلاء الصور او الاستاذ محمد ابو ميسي هو لا ارسل الينا الصور طبعا وفيه مدربين معترضين وعايزين اعراضوا صور اكتر لان كل المباريات بيبعاثوا طبعا يصوروا الاولاد اكيد طبعا 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 عايز توجي ايه في ختامي معك بالله اوجي اولا حكاية التزور دي نتكلم فيها طبعا انه ايه ايه ليه اللاعب نخش مرحلته السنية تمام ليه ما اتكلمش احط اللاعب 2006 ب2006 حتى لو هيخسر من شرط يخسر انا كده باي اضع المواهب يعني لما طلعوا تكلمهم لما التزور ده بيضع المواهب اللي الاصغر تمام لو جيب لعب 2008 ولا 2006 ولعب 2008 و2010 ازاي ايه اقب بطولة خط بطولة بعدين بطولة زائفة الله عليك ما سمتش بها حاجة بالعكس ده انا بقلي منه تمام لكن انا بوجه طبعا لجميع المدربين يتحروا الصدق من ولي الامر ومن مدرسة بالشخص عشان يجي يسجل لعب يسجله على علم مش شارط اقب بطولة عشان اكسب ماتش ولاك سمتش ناخد بطولة ازاور 1-2004 ولا بقى 2007 2008 استفادة انا ايه ما بص الحية لك ربط محمد معلش انا بجيب شهادة الميلاد بتاعة الاخ الاصغر الاخ الاصغر تمام الاخ الاصغر او ابن العم والعبها او ابن العم هو ده الشغل اول وقت يكون السن الحقيقي موليد 2001 مثلا يروح يسنن نفسه يبقى موليد 2003 ما هي ديها تلحية اللي هي لان ضرب الشهادة الميلاد على الاسكانة دلوقتي اتهرش ما مبهود اه فاتهرش فدلوقتي ايه يجيب شهادة الاصغر او ابن العم وسليمة واندور بقى وروح دور وشوف وكرنه خلص وبالاخص في الاندية الصغيرة طبعا كابتن محمد ان شاء الله بيزناء عزيزين نزوك كده وكمة الانجه مشيطة رحمة ان شاء الله بيزناء يوم كده كامل نصورونا عرضو مشيطة رحمة انا اتحمل معرجة مريب حتى تكون موجود في مشيطة رحمة ان شاء الله يكون مشامل جيزة مع كابتن احمد الانجهزة طبعا غيران التعريف ان شاء الله طبعا ده موجود معنا طبعا مسك مسؤول فرق الجيزة ومدير الفن الفريق 2007 2009 2010 2011 طب في اسماء مدربين نذكرها سريعا طبعا الدكتور خادق جمال غيران التعريف دكتور راف تربية راضية تمام مشارف فن الاكاديمية تمام طبعا الكابتن الاسماء الشرقاوي مدرب عام بنادل بجبين لكم بنادل جبين لكم معنا الكابتن بريم الجزاوي طبعا ده اخويا وحارس مرمى مجموشي بين سبع سنين ومدرب حراس المرمى طبعا مفعش نذكر طبعا المدربين الصعادين لسه الكابتن احمد اسماء احمد اسماء حمودة والكابتن عبدالعزيز التهامي دول طبعا اخوض الصغارين اللي ان شاء الله في المجال هيكونوا حقا كوكاسة جدا تمام لازم اشكرهم طبعا موجودهم كدير مع الاولاد معنا والكابتن طبعا نهاب احمد فاهم المغربي ده المدرب صعيد جدا في كورت القدم وبشكر طبعا جميع اولاد امور جدا على السقة الغالية اللي هم حطوا فينا من شهر الخمسة اللي فات تمام يعني بداية تكون الفرق الدوري واللعيبة طبعا الصغارين الحمد لله عندي لعيبة تلعب منطقة مصر تستني الصغار ده يعني عندي بسم الله ما شاء الله اكتر من 25 لعب اللعبوا اهل وزمالك مستريحين بس لسه عشان ما حرقهمش مرواح تطلعهم اهل وزمالك ياخدوا الخبرة الاول يحتاجوا الدوري خاص باتحاد المصر المسجر رسمي باسم النادي المستبع ده احتاجات جيد واحتاجات كوي وبعد كده لعب كابتن احمد فوز موجود معه في النادي اللي عنده ايه مشكلة ما ياخده اللاعب جاهز طيب معانا الدكتور خالد الجمال في مكالمة هاتفية بما نختم كده دكتور خالد اخبارك خبيبة كابتن احمد احوالك انت الحمد لله كابتن خالد اخبارك ايه رب نبارك فيه كابتن مصر الله يخليه كابتن خالد سريعا كده كمستشار فني للاكاديمية او لنادي المستقبل هل بالفعل ظهر بعض المواهب المميزة في القطاع وبداية كده بقى هن كل الشعب المصري بونادة القصة الاخبار واجههم وبإذن الله احنا كلنا ثقة بالفعل في الكيادة السياسية وحكمتها واحنا مع الرئيس كل القرار بيتخذ وتانية حاجة بجد هي فرصة ايه ده جدا ان انا اتكلم محضرتك في وجود ايه كابتن محمد الجزاوي اللي اعطى فرصة بجد للوضع على خطية قانونية لوجود ناشئين مسجلين رسمي باسم الاتحاد المصري تمام في مجموعة من 2005-2011 تمام ان شاء الله بإذن الله كابتن احمد السناج وبوعيدك في وجود كابتن محمد مع كريافتك المعرضة ان شاء الله احنا بإذن الله اول 2011 دورة اكاديميات بوجود كابتن احمد الانجليزي وعمله على الطريقة الحديثة في التعليم تمام زي ما حضرتك الحمد لله دهنا وده حاجة حاجة جيدة وحاجة كويسة واسلوب راقي ويستفاد منه النشأة والبرعم طيب عشان عشان مفاجعة تبقى لكل جماهير وضع الشاء نادي المستقبل الحمد لله ربنا وفقنا في الله الممدوح محمد ابن اكاديمية المستقبل في معايشة في الناف هولندا مع شركة طوب تايلاند وان شاء الله تم استدعاهم مرة اخرى لعمل معسكر تاني في الفترة والله احنا خبر جميل وان شاء الله دكتور باذن الله يعني نبعثه كاملة البرنامج ونحضره ايضا برضو نشوفه على الطبيعة بقى الشغل الجميل بتاعكم ان شاء الله شكرا جزيلا دكتور خالد الجمال كابتن محمد في نهاية هدفية الفقر بحبه اشكر طبعا وجودك معنا والسادة قائمين على العمل في نادي المستقبل وان شاء الله بإذنه لنا اللقاء ان شاء الله بإذنه حاجة باستفانية البرنامج احب اشكوا بس طبعا اهلي اللي قفين داما في ظهري وفصل والدي والديتي واخواتي دول طبعا وقت ما كنت بابدأ شغلي لا دوما فعلا وقت ما كنت بقى هم اللي قدتوا مساندوا بقوة لي مش حدوا بجنبي الا اهلي ثم اصحابي في الشغل طبعا لازم نشكون في الاول الاخر ان شاء الله شكرا جزيلا طبعا في نهاية هذه الحلقة بحب طبعا اشكر بردو كسر العمل او طاقم الاخراج وان شاء الله بإذننا انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته